السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين بنا منيك نبني ونصد الحول أمور المادية كتسعاب عندنا خصوصا منيك نوصلوا للمرحلة ديال الأفريشة والفيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من المجموعة ديال الأفريشة بأتمينة جد جد مناسبة أنا متأكدة غادي تعجبكم وهذا الخدمة اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو كامل هي الخدمة ديال أناس بمدينة الدار البيضاء غادي نخلي لكم رقم الهاتف في الصندوق الوصف وأول حاجة غادي نبدلكم بها هي الأسيرة ديال طاب بيسري بالنسبة للأتمينة ديال هاد النوع ديال الأسيرة إذا كانت الكامل عبر دياله مترو وربعين الثمن دياله تقريبا ألفين درهم وبالنسبة للكامل اللي كتكون ديال بلاسة وحدة يعني ديال تسعين سنتي الثمن دياله ألف وميتين درهم وبالنسبة الأسيرة اللي عطيتكم الثمن ديالهم عندهم الصندوق من التحت كيما كتشوفوا معايا وبالنسبة للبومبات اللي كيخدم بهم أنس نوعية جيدة النوع الأبيض اللي كتشوفوا في الصورة ماشي النوع الأسود كيهز تقريبا ثمانين كيلو وبالنسبة لكامل هذه اللي قلت لكم القياس دياله مترو وربعين يعني يقدير ألفين درهم وإذا كان القياس بطبيعة الحال مترو ستين مترو وثمانين الثمن غادي زيت شوية وبالنسبة للأسيرة ديال طاب بيسري أنا شخصيا كيجبني يكون داخل معهم الخشب يعني في الراس ديال الكاما في الجواني بيكونوا مخدمين بالخشب وفي الوسط يكونوا مخدمين بالطاب بيسري بطبيعة الحال شوية غادي تزاد الثمن وخصوصا إذا خدمتي بالخشب اللي هو جيد بحال الشوك ولكن كيجي المنطر زوين بزاف وكيجي آنق ودابا غادي تشوفوا معايا صالونات عصرية وغادي نعطيكم أيضا الأتمينة ديالهم اللي هي أتمينة مناسبة جدا بالنسبة هاد النوعية ديال الصالونات اللي يمخدوه من بطوب بأون تيتاش والبونج 303 نوع جيد ديال البونج الثمن ديالهم إذا كانوا بالضهار كيما كتشوفوا في الصورة الثمن ديالهم الثمن ديالهم 1300 درهم المتر وإذا كانوا بالضهار يعني كينين غير المخايد اللي كيكونوا مع الحيط الثمن ديالهم ألف ومية درهم وكيما كنقول لكم دائما في الفيديوات ديال الصالونات حاولوا ما أمكان تختاروا الألوان اللي تكون مفتوحة وفي المخايد دخلوا اللوينات تكتعات اللي بغيتوا يعني هاد الألوان اللي مبهجة كيما كتشوفوا معايا هاد الصالون في اللون ديالوجه مفتوح وإذا بغيتوا الصالون ديالكم يكون أكثر أناقة حاولوا ما أمكان دخلوا معاها اللمسة الخشبية يعني هادك الخشب وخا غير في السوق اللي لتحت أولى في التكاية اللي في الجنب وخا هو غادي تزاد عليكم شوية في الثمن لأن تملو اللي أعطيتكم غير ديال الطاب بسري ما دخلش فيها الخشب ولكن كيطلع مزيون بزاف ولكن على الأموم كيبقى الثمن ديال الأناس جد جد مناسب كيبقى عليكم انتم مع غير تختاروا موديلات وأشكال اللي تعجبكم ودابا غادي تشوفوا معايا الصالونات بالخشب غادي نقربكم أيضا من الأتمينة دياله بالنسبة الصالونات الخشبية اللي كتكون مخدومة بخشب ديال الشوق وكتكون أيضا مسبوغة بصبغة ديال الطنوبيلات ميتاليزي نوعية اللي كتكون جيدة ديال أتلاس بالنسبة الثمن دياله الماتر 400 درهم لأن كيما كتعرفوا الصبغة هي اللي كتزيد طلع الثمن حيث بنسبة هذك الخشب ديال الشوق يتحكم زيان ويتضرب في الأول بالبري وعاد من بعد كيتضرب هاد الصبغة ديال الطنوبيلات اللي خلصة تكون نوعية جيدة هاد الموديلات اللي كتشوفوا معايا كاملين الخدمة ديال آنس وبطبيعة الحال تقدر تخسار أي موديل وحدة آخر كيأجبك ويخدم لك عليه حتى هادوط العمزة ونين وخمجات فيهم هادك النقشة كل ما كانت الحاجة سامبل كتكون أحسن هادوط اللون النقري ودابا غادي تشوفوا معايا موديل وحدة آخر ممصبوخش مخدم غير بالخشب ديال الشوق وبالفيرني من الفوق بالنسبة الثمن ديال هاد النوعية ديال الصالونات ميتين وخمسين درهام الماتر وكيما قلت لكم هادا ممصبوخ شغير بالفيرني يعني ناقصة فيه تكلفة ديال السباغة وكيما قلت لكم في أول الفيديو الإنسان كيكون عاد صلاح وعدبنا يعني كيكون مقصح مادياً بالنسبة الثمن ديال هاد الصالون فهو جيد مناسب ودابا غادي تشوفوا معايا غورف ديال النوع مخدمين بالبواروج وكيما كتعرفوا كاملين بأن البواروج يعني خشب الجودة دياله ناقصة شوية ولكن إذا تخدم مزيان وطفينه مزيان حتى هو كيطلع مزيون بالنسبة الثمن ديال هاد الغرفة النوم ربعالاف درهم كاملة يعني بسرير بالماريو بالليطاب الدنوي وهادو اللي كتشوفوا معايا في صور مخدمين غير بالفيرني تقدار إذا ما أجبوكش بالفيرني تخدموهم بسباغة ديال التونوبيلات في اللون الأبيض يعني غير يتحكم زيان ويتضربو بالبري ويتخدمو بسباغة ديال التونوبيلات كي يجيون فينيين ومتعرفو مش بأنهم مخدمين بالبواروج غير هو غادي تزادوا شوية في تكلفة ديالهم لأن كي ما قلت لكم سباغة غادي تزيد تغليهم شوية ولكن على العموم غادي بقى ثمن مناسب انا دابا ورسكم غير شي موديلات يعني كانوا دايجا مخدوهم ينا محطوطين في المحل ولكن تقدر تجيب اي شكل عاجبك واي موديل ويخدم لك عليه بالنسبة هذا النوع هادا اللي ورسكم دابا واللي عتسكم الثمن دياله كي ما قلتكم ديال بواروج دابا من البعض غادي تشوفوا معايا ديال الشوك وتقدروا ايضا في الكامات دخلوا الطاب بيسري مع الخشب يعني كي يبقى على حسب الموديل اللي بغيتينسا وبالنسبة للخدمة ديال غرفة النوم بالخشب ديال الشوك كي ما غادي تشوفوا معايا هادا الموديل هادا الثمن دياله خمسالاف وخمسمائة درهم كومبلي كامل يعني بهذا المريول اللي في ربع ديال البيبان بالكامة بجوج ديال اللي طاب الدنوي بالكوافز ما دخلاش بطبيعة الحال غير المطربة وحتى هاد غرفة النوم هادي اللي كتشوفوا معايا حتى هي ديال الشوك بالنسبة لتامان دياله ستلف وخمسمائة درهم دا بوصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون اعجبكم واستفدتوا منو ما تنسونيش ماللايك ومالتعالق الجميلة ديالكم ببارتاجيوا هاد الفيديو باش يوصن اكبر عدد ممكن من الناس باش تهم يستفدوا من المعلومات ويشوفوا هاد النوع ديال الخدمة والاتمينة ايضا وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله